ولا تصلو ايه ولا تحمريه في خمس دقيق بالزبط وانت وقفه هتحضري شايفين بقى ما شاء الله شكله طري جدا كده معايا وقلبه ابيض ورحته وطعمه طحفة جدا وصحي جدا معايا نص كيلو من البتنجان وطبعا ممكن تزاوز الكمية او تقليلي برحتك خالص ونضفيه بقى من القمع بتاعه بالشكل اللي انتو شايفينه دور وهتبداي بقى تفتحيه معاك بالسكينة حبا بقى اعرب بتتبعيني من انهي بلد واتمنى تنوريني وتدوصي لكم وتابع عشان يوصل لك كل جديد باذن الله ومعايا معلقتين كبار من هارست الشطة وهاصر عليه نص لامونة طب هارست الشطة دي عبارة عن ايه فلفل الوان وطوم وفيها التواب الجازة عملت الفيديو ده معاك وفيديو تخزين الطوم شوفيها الصفحة هتلاقيه وهتجيبي بقى اي سنية عندك وبقى احشي البتنجان بتاعنا اللذيز يعني هتحطي كده نص معلقة صغيرة من هارست الشطة وبقى هارست الشطة هنضيف ربع كوباية من المياه وهنضيف كمان اللمون وقلبي بقى كويس جدا وحطيهم على البتنجان وارفعيها على نار متوسطة واسيبيها بقى خمس دقائق وبعد خمس دقائق الله بقى على رحة البتنجان حرفيا رحته الجنن انزلي بقى باللمون وانزلي بقى برشة من الزيت عشان يديك لمع حلوة ممكن تستغني طبعا عنها وقدمي بقى في طبق التقديم عايز اقولك بقى طريقة البتنجان ديت مستحيل كده تقليه تاني ولا تسلقيه هتجربي الطريقة ديت بنفسك وهي عجبك جدا وهتدعيلي عليه وطبعا بقى هنحط هارست الشطة دي برضو مش هنرميها لأ هنحطها كده من على الوش وبالشكل ده عملتي احلى طبق بتنجان صحي جدا ومن غير زيت وما خدش مننا اكتر من خمس دقائق وشايفين بقى ما شاء الله قلبه كده ابيض معي وطري جدا اتمنى بقى تعملي مشاركة للفيديو عشان الكل يستفيد ولو اول مرة تشوفي صفحتي انا اسمي اميرا عشور اتمنى تنوريني والدوصل لكم وطبع عشان يوصل الكل بديد باذن الله